أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج كيفا كنتا على شاشة التلفزيون التعليمي وضيف حلقتنا اليوم المعماري المهندس المدن البروفيسور سنان عبدالقادر أهلا بك بروفيسور سنان أهلا وسهلا إذن يسعى البروفيسور سنان عبدالقادر ابن الطيبة لتخليص المجتمع العربي من ما يسمى بالبلدنا ونقله إلى الحياة المدينية المعاصرة ويعتقد أنه حان الوقت لبلورة تصور معماري لمجتمعنا يعكس ثقافة هذا المجتمع عن هذا وأكثر بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى أهلا وسهلا بك بروفيسور سنان أهلا وسهلا إذن لو طلبت منك لو أردنا بناء مدينة عربية حديثة منين كنا ما نبلش؟ سؤال جدي وفعلا في الشهرات السنين الأخيرة كثير معماريين ومخططين مدن وسياسيين ومفكرين خاضوا فيه في مجتمعنا العربي في الداخل بالذات هذه مسألة لها علاقة في الأساس في بلورة الهوية وأعتقد أن مسألة الهوية كمان لها ارتباط في العمارة والعبارة كمان هي مسألة تعبير عن الهوية وسق الهوية فالأمرين متداخلين الآن مسألة الهوية حقيقة إلها أسس ترجع إلى عمليا وعينا لذاتنا كمجتمع اللي خاض التجربة عمليا إقامة اندماجنا في دولة إسرائيل والبحث عن فكر وإنتاج محلي ما زال يراوح بين الخاص والعام المسألة هي تتعلق كمان في خلق الحيز العام مسألة الحيز العام لا نملك سيطرة على مثل حيز بشكل يجعلنا نتمكن من إقامة مدننا أو بشكل يعتمد على ذاتنا الأمر يعتمد بشكل أساسي على السلطة التخطيط وسياسة الدولي أعتقد أننا مجتمع يعاني من الهامش وجودنا في الهامش في دولة إسرائيل لذلك لا نملك حتى الآن الصلاحية ولذلك كمان المقدرة على أن نخطط لأنفسنا مدن بمعزل عن الرؤية الدولة نعم لكن هل نحن بحاجة اليوم لمدينة عربية باحتياجاتنا الموجودة حديثة؟ مسألة الحاجة هي مسألة الانتقال من مجتمع غير مدني أو حضري إلى مجتمع حضري بالطبع هذه مسألة أساسية في تشكيل المجتمعات وتحضرها ونقلها لمستوى إنساني رفيع يليك بحياة الإنسان وكرامته وإنتاجه بشكل خاص لأن هذه الحاجة مربوطة عمليا وضعنا الحالي أننا بشكل خاطئ أعتقد أنه عندنا مدن عربية في الداخل أنا أعتقد أنه ما زلنا في طور البلدني البلدني المفهوم أنه ما زلنا نتراوح أو نتأرجح بين الانتقال من الحياة الكروية التي فقدناها مع قيام الدولي عملينا نسلبنا من هذا الإنتاج الكروي مع الأرض وما زلنا لم نرتقي إلى مستوى تحقيق مديني لأن هذا الأمر يرتبط في عملية سياسية بالأساس والمسألة هذه بالدرجة أولا علاقة في الثقافة والثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع بعض لازم يكون فيه مشروع مشروع يقوموا عليه مش بس المهندسين والمخططين وإنما كمان الكيادة الكيادة المحلية والتمثيل اللي حاصل في مجتمعنا في الدولي لازم يكون فيه مستوى أن يفهم ما معنى عملية التكوين أو تشكيل المدينة وتخطيط المدينة فصحيح أن العمارة بحد ذاتها هي جزء من هذا التشكيل والتكون ولكن هي مش الجزء الأساسي في الموضوع لنفترض أنه يعني بشرنا في تخطيط مدينة عربية شو بينقصنا اليوم شو لازم يكون فيه في مدينة مكونات أساسية اللي بتنقص اليوم مش موجودة في مدينة العربية باعتقد أنه أساس تكوين مدينة هم الإنتاج يعني المجتمع لازم يكون في مستوى وبإمكانه التحقيق ذاته من خلال عملية إنتاج الإنتاج بتتم بعدة مستويات إنتاج على الصعيد التربوي الثقافي إنتاج على المستوى طبعا المهني الاقتصادي محلات تشغيل تطوير البنية التحتية للبلد المساحة مهمة جدا في الجغرافية بلداتنا كلصت إلى حد أنها لا يمكن أنها تتطور في مسألة المساحة يعني ما في عنا إمكانية في بلدات كبيرة مثل الناصرة وإم الفحم وطيبي إلى آخره أن نتوسع من ناحية إسكانية يعني يكون في عنا إمكانية لإقامة أحياء سكنية فيها مئات أو ألاف الوحدات السكنية لتستوعب تكاثر السكان الطبيعي بالإضافة إلى عملية استعاب المدينة لأماكن تشغيل وإنتاج فالإنتاج هو عملية أساسية في تشكيل المدينة في كل المستوىات كما ذكرت قبل يعني في إنتاج الثقافي وإنتاج المادي هل هناك نموذج في بلادنا لمدينة اللي يقتدى بحيكلتها؟ يعني المدينة الأساسية ويمكن أنا باعتباراتي شوي بدون ما أبالغ التل أبيب هي المدينة الحقيقية في البلاد ويمكن الوحيدة حتى اللي فيها كل هذه النواحي اللي ذكرتها من قبل هي نواحي الإنتاج الحياتي وفيها طاقة كامنة للتطور وحتى ضم حواليها وشمل مدن صغيرة حواليها بحيث تصبح متروبوليتان على سبيل المثال فأنا أعتقد أننا بعاد عن هذا الشيء بعد كبير عندنا طبعا في مدينة الناصرة التي ما زالت بحاجة إلى توسيع ركعتها جغرافيا وأكثر كمان العمل على برامج اللي فيها يصير هذا المدينة إنتاج أنا بدي أرجع معك لفضلة الدراسة دراست في البداية بدأت دراستي في مدينة هامبورغ للهندس المدني في البداية قبل الخوض في المجال المهني أو العمل كمهني كان في مرحلة الدراسة اللي أنا أعتقد كانت بالنسبة لي كمان غنية ومشيقة بحيث أني اكتشفت نفسي في هذا المجال زي ما ذكرت أنا بديت في الهندس المدنية فشفت أن هذا مجال بالنسبة لي شخصي طبعا مع احترامي لهذا الشغل وهو جزء من عملنا كمان في مهنتنا يعني مسألة الهندس المدنية وحسابات الاستاتيكة للبناء أو المواد الآخرية ولكن كان بالنسبة لي شوي مجال ناشف فانتقلت للعمارة وهناك في أكثر فسحة ومجال الإبداع وتطوير أفكار بالذات في مرحلة المتأخرة للدراسة كان في عندي نوع من التميز عن الطلاب الألمان بشكل خاص بإني بدأت في هذه المرحلة في مسألة البحث عن الهوية شو هي العمارة الخاصة إذا كان كشخص شخصيا أو إلى خلفية العلاقة بخلفية الاجتماعية الثقافية التاريخية إذا كان هي العمارة العربية أو كان عمارة أخرى طبعا في هذه المرحلة لم يكن هناك وضوح رؤية بمرحلة متأخرة بديت أكثر أخذ هذا التساؤل بشكل جدي ونقدي ممكن أن تحكينا عن العمارة العربية؟ هل متوفر هذا المصطلح؟ يعني فيه جذور للعمارة العربية؟ جذور أكيد يعني العمارة العربية ترتبط بالعمارة الإسلامية الارتباط هو جاي من منطلق بشكل خاص في الفترة للحضارة الإسلامية كان لها حضور قوي وعميك وكانت حضارة منتجة ومبدعة فبلورت ثقافي في أنحاء المعمورة حول العمارة طبعا ميزة العمارة الإسلامية أنها من بلد إلى بلد تكتسب خاصة يعني بيكون إلى هوية خاصة فيها لصيقة موقعها ما يسمى في الصين العمارة الإسلامية تختلف عنها في باكستان وفي الهند إلى إيران فارس إلى العراق إلى بلاد الشام فلسطين ولبنان إلى مصر وشمال أفريكا هل ما يحدث في دبي على سبيل المثال؟ ممكن نسميها العمارة العربية الحديثة؟ أنا أعتقد أن العمارة في دبي تعاني من أزمة هوية جدي هي عمارة عولمة يعني ممكن تشوف عمارات في لندن وفي فرانكفورت وفي نيورك شبيهة جدا إلى نفس الجذور إلى نفس الخلفية والسبب هو سبب بشكل خاص اقتصادي له علاقة في ما يسمى الاقتصادي النيو ليبرالي وهو يمكن رأس المال أن يكون حاضر في كل ركعة جغرافية على وجه الأرض نعم أنا أريد أن أخفز معك مع الوقت إلى البلاد لما قررت ترجع للبلاد تشتغل في مشاريع محلية هنا كان هناك مشاريع مميزة في المكتب الذي كنت تعمل فيه في أرسلية أنا معظم أقمته في أرسلية لماذا بدت في أرسلية وليس في بلد عربي؟ يعني بحكي عن 1995 لما أقمت مكتب في أرسلية هناك فتحت لنفسي الفرصة بإني ألتقي عمليا مع سبائن أو زبون اللي بيكون عنده طلب على عمارة بمفهومها المعمارة سواء كانت محلات تجارية أو صلاة عرض أو مباني سكنية فكان في إقبال على مكتبي في هذه المرحلة بالذات من المجتمع الإسرائيلي ولكن بقدر أقول أنه في المجتمع العربي كان كمان في إقبال على مكتبي لهرسلية لأنه أنا موجود كمان في هرسلية يعني أعتقد أنه كان هذا شيء كعملية تسويخية جيدة تسويخية ولكن كمان المكان اللي أنت بتنطلق منه إله إله يعني أهميته أنا شاهدت هون من خلال هذا الكتاب اللي أصدرته حضرتك فيه هنا مشروع بناي في واحة السلام هاي العمارة إيش بميزها هاي العمارة؟ الحقيقة أن هذه العمارة كانت أول تجربة على مستوى البلاد إنك تشتغل أو اشتغلنا على عملية التفاعل بين الأرض فلاحة الأرض بالمفهوم جعل الأرض جزء من العملية المعمارية بحيث أنه تدرج الأرض وعمل السناسل في الأرض بنشوف أنه الحجر هو الحجر من الأرض المدخل إلى البناء أو المسكن هذا أو البيت هو مدخل مش تقليدي من الواجه الرئيسي وإنما من خلال الأرض فأنت علاقتك بالأرض واستخدام المواد الحديثة كان في بينها من ناحية نوع من التضارب والتناقض أو الكونترست ومن ناحية أخرى التفاعل ولكن في مسألة خلق الحيز نفسه يعني مكان إذا أعتبرنا غرفة النوم أو الصالون أو المطبخ إليه مكانه بعلاقته في الأرض فكان هذا المشروع أول مشروع بنعمل في البلاد بهذه المواد لبيت خاص وكمان عملية تفسير الحداثة لفلاحة الأرض معماريا أيضا من الأبنية اللي حضرتك صممت فيه هنا أيضا منشوف طريقة حديثة بناء المشربية نعم هذه التفسير كمان حداثي للمشربية الإسلامية العربية باستخدام الحجر أنا كان عندي دائما وما زال مشكلة مع استخدام مادة الحجر والحجر مش بشكل كتلي وإنما بشكل عمليا قصه لدرجة أنه يوصل في السمكه أنه يستخدم كأنه نعمل عملية إلصاق للواجهة وهذه أفقدت الحجر ميزته ككتلي حاملي أو يحمل ذاته المسألة الثانية هي عمليا أخذ المشربية بتفسير حداثي من الخشب للحجر بهيك مكاس عمليا كتلي كبيري والبطوم المسلح والإسبانت المسلح بيكون حامل للحجر وبخلق الستار هذا اللي هو الغلاف حول العمارة حاجب بين الداخل والخارج بحيث أنه من الداخل يمكن رؤية الخارج ومن خارج لا يمكن رؤية الداخل بالإضافة لعملية الإضاءة الخاصة لهذه العمارة طبعا هذه العمارة أحد الميزات فيها أن هذه عمارة مستدامة بمفهوم أنه إذا مشتكيفها بشكل خاص بالذات والسيف ممكن وهي عملية أو بيت يحتاج لصيانة عالية إلى آخر هذه الأمور المهمة في البناء اللي أنا بشتر عليها مشروع آخر المتحف في أم الفحم فكرة المتحف ربطها بفكرة التطور المديني أو مركز البلد القديم مع الحديث بجسر وهذا الجسر هو الممر للمشائل اللي من خلاله وعليه ممكن الإنسان أو المشاهد أو المتلقي بالمفهوم المتحفي يمر عملية الربط بين القديم والحديث ويطل على المدينة من خلال هذا المشهد أو الصرح المعماري فالعمارة كانت عمارة كشكل بني تحته مش عمارة تقليدية بالمفهوم أنها مربعة وقائمة على كتة أرض وإنما هي تصل بين أحياء حيين في البلد وكما مر ومطل على البلد فكمان هي عملية ناكل من الحالة اللي هي القروية إلى الحالة المدينية بمفهوم معين نعم نحن طبعا رح نتابع عن أمور أخرى تتعلق بمشاريعك بعد الفاصل إذن أعزائي فاصل قصير ونرجع ونتابع معكم خليكم معنا أهلا بكم مرة أخرى إذن منعود ونتابع معك بروفيسور سنان عبدالقادر وأنا حابب أسألك عن التجربة مع بلدية القدس بلدية القدس اختارت حضرتك علشان تعمل على مشروع باب العمود إيش كان هذا المشروع وشو تفاصيله المشروع هو حقيقة مشروع مركز المدينة اللي يعتبر الجهة الشرقية من الكدس بمحاذاة أو انطلاقها من أسوار البلد القديمة من باب العمود حتى برج اللقلق وأمام متحف روكفيلر بلدية القدس انتبهت لحديثي بالأساس أنا بحكي عن المستوى المهني مش السياسي أنه فيه هنا معماري عمليا فيه عنده رؤية وتصور مديني خلينا نتعاون معه على مشاركة السكان مشاركة أهل البلد في هذا المشروع فالحقيقة هذه كانت الانطلاقة يعني أنه أقدر أكون أنا مع السكان نيجي بتصور لهذا الحيز وهذا استمر عشر سنوات استمرت العشر سنوات للأسف كانت بأنه انقطع أو تحول المشروع بالتدريج من برنامج غني إضافة ما يقارب الألف أو مليون ومئتين ألف متر مربع لهذا المكان هذا يعني مئات الألاف الأمطار من الفنادق في البداية كان إمكاني لإضافة سكن محلات شغل الآخري مكاتب دور ثقافي كل هذا تدريجيا مع الوقت تتقلص وانحذف من البرنامج اللي بدنا فيه في الألفين وخمسة كل المجال لتطوير حيز سكني هذه وأسباب أخرى أدت فيه بنهاية الأمر بعد عشر سنين أن أستقيل المشروع عمليا أنا قدمت وركة طلبت فيها أنه يا إما منرجع للبرنامج الأساسي أو أنا بطلب أنه يكون فيه عمليا عملية تقديم المشروع للجهات أو المسؤولة عن تصديق عليه وأنا توصلت لك ناعة سلبية جدا بأنه عملية التخطيط في إسرائيل في هذه الحالي هي عملية أكثر استخدام للتخطيط كأدالة مجرد التخطيط نعم تعال نحكي شوي عن مشاريعك في بيتساليل استكمالاً المشروع اللي كنت فيه بدأته في بيتساليل عن العمارة الغير رسمية أو العشوائية إذا كان صح التعبير لأن العشوائيات هي شيء يختلف لحد ما وصلت إلى استنتاجات خلال البحث والعمل أنه المشروع هذا لا يمكن فهمه وتعمق فيه بالذات لأنه يعنى بكل ما هو حيز عربي إذا ما كان تدريسه باللغة العربية ليس فقط كوسيلة اللغة وإنما كانتماء وثقافي فالمفروض خلق ثقافي لغوية ننتمي إلها مشان نفهم ونستوعب ذاتنا في عدة مجالات أخرى ومنها الكراءة للتاريخ منها موضوع الأنتروبولوجي أو الإنسانيات منها الفنون الحديثي بشكل عام أو التصوير السينما الموسيقى كل هذه المجالات المفروض نتفاعل فيها ونتفاعمل معها شعوريا ووعيا للذات من خلال اللغة العربية فاللغة العربية بتشكل أساس لفهم ذاتنا وإنتاجنا بالتالي فإنتاجنا المعماري بيكون في عنده عملية انتماء وبلورة لهوية خاصة في المجتمع أو اللغة العالمنا العربي هذا المشروع سوف نطلقه في هذه السنة في بيتسلئيل ويكون له علاقات كمان مع الدول العربية مثل في عمان راح يكون في مشاركة بيننا وبين طلاب وباحثين ومعماريين في العالم العربية راح يكون كمان في نهايته للستوديو الأول في الصيف معرض في عمان أنا مشارك مدعو للمشاركة في معرض في عمان عن عمالي فأستغل الفرصة للحديث عن موضوع العمارة بالعربي بدل العمارة تبعتها بالفعل هل في شيء نقدر نذكر شيء مدرسة المعمارية في العالم العربي اللي يعني إلهميزيتها الخاصة ومستوى تعليم عالي يعني مفهوم مدرسة كجامعة أو مفهوم كفكر في العمارة كفكر كان فيه أن الطيارات اللي عبر التاريخ أكثر شيء مشهور منها يعني وبدرسوه هو عمارة حسن فتحي في مصر اللي أجل وفكر أنه يكون فيه عمارة محلية وصناعة محلية من الطين ولكن فيه إشكالية مع هذا الموضوع الحديث كان دائما عن العمارة العربية وليس العمارة بالعربي كما أنا يعني فيه فرق بين عمارة عربية وعمارة عربية لأنه العمارة بالعربي لا ندعي أنه يكون العمارة إلها تميزها بشكل مطلق عن العالم هي جزء من العالم هي جزء من ما يعني يتطور في العالم كله إحنا مش عازلين نفسنا عن الثقافة العالمية بل بالعكس أنا بستخدم كل ثقافتي المتنوعة العالمية وبسخرها لعملية عملية خاصة فينا اللي هي في لغتنا العربية وثقافتنا العربية هي عملية الدمج كمان وتلاقح بين الحضرات والثقافات لو طلعت على مجتمعنا العربي اللي عادة يبني بيوت كبيرة كيف بتشوف المبنى العربي أو العمارة العربية بعد عشرين سنة؟ يعني أنا ما عندي نظرة كثير تفاؤلية في هذا الموضوع لأن المسألة تتعلقش فقط في مسألة جغرافية يعني المساحة كبرى هي مسألة كمان إلى علاقة في الاقتصاد وكمان الثقافة يعني البناء اللي نعتبره كبير عنا في البلدات العربية هو ناتج عن أن عملية البناء هي شوي أقل تكلفي من المدينة اليهودية الإسرائيلية فإذا استمرنا على هذا الحال فإنا نبني في كل كتعة أرض بيت خاص على الأغلب نحن نوصل لحالة ما فيش عنا أرض ونضطر بهذه الحالة أن نكون أكثر نوع من التكثيف أو عملية زج بالمباني في داخل وأكتظاظ عملية للدرجة أن تحول الحيز صعب الحياة فيه فالمفروض والمطلوب أن يصير فيه توسعة للركعة الجغرافية لبلداتنا بحيث أنه هناك يتخطط أحياء سكنية تليق فيه حياة مدينية مستقبلية يعني هذا أقل شيء ممكن يصير في الفترة القريبة طيب بروفيسور سنان عبدالقادر أشكرك لحضورك يعطيك العافية وبالنجاح شكرا إليك إلى هنا عزائي المشاهدين حلقتنا اليوم نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة